للغربة أوجاع لا يعلم بها إلا من عاشها فالمغترب يترك وطنه وله الخيار في العودة إلى وطنه مرة أخرى لكن الطالب الفلسطيني فاطمة في ذهنها عدة أسئلة متى ستعود إلى غزة مرة أخرى؟ والسؤال الأصعب هل ستعود إلى غزة وتلتقي بأسرتها مرة أخرى بعد آخر لقاء معهم منذ عام 2021 بعد محاولات عديدة للاتصال بأسرتها تنجح أخيرا في الوصول إلى وليدتها لقيت أكل وأشياء أم لا؟ حتى لو تلاقي فيه غالي غالي كثير أنا عارف ربنا جيب اللي فيه الخير هلأ بعد 140 يوم كثير صعب صعب علينا صعب على أهلنا فقدنا كثير ناس أصحابنا الجيران تقريبا يعني كل شيء كل ماضينا ذكرياتنا راحوا وبس أنت تكون مع يعني تقدر أنك توصل لعائلتك بعد محاولات عديدة فجأة تتفاجأ أنه مش قادرين لا يدبروا قوت يومهم أو يدبروا أقل ما فيها أنهم مي أو أشياء أنهم تكون يعني تكفيهم أنت هون بهذه اللحظة بتكون عاجز يعني ما فيه أي شيء أنك تسوي أو أنك تعمله تدرس فاطمة الماجستير في جامعة محمد الخامس بمدينة سلا تحمل على عاتقها حلم أسرتها في أن تنير تلك الأحلام بالنجاح وتحمل على كتفها الكوفية الفلسطينية رمز النضال والقصد هنا النضال بسلاح العلم هاي الكوفية أنا جبتها معي من غزة هي وبعض الزكريات والصور عائلتي لأنه هاي الكوفية أهدتني إياها أول أسيرة فلسطينية فاطمة البرناوي طبعا أنا تربيت على إيدها خدنا أفكارها بالنسبة لإستكمال الدراسة الحمد لله إنها موجودة بس زي إنه البني آدم عمال يعني الروح عنده بتنطفي لأنه هاي يعني إحنا عم بنواكب الخمس شهور هاد إشي كتير صعب إنه إنت تحس عجز قدام أقرب الناس إلك اللي هم أهلك تحس عجز إنه إنت لما بتاكل أو بتنام أو بتقعد بتكون مستحي من حالك إنه أنا زي إنه بعمل جرم كبير فهاي إشياء كتير صعبة خصوصا إنه إنت بس تفقد يعني أصحابك وهيك بيصير الأمر كتير صعب عليك نفسيا إحنا لما مرأنا الامتحانات وهذا يعني ما بنعرف كيف مرأناها والكل لما يحكوا إنه خلص إحنا بندرس بس عشان أهلنا إنه ما يكون الجرح عندهم جرحين في مبنى الإسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط اجتمع أكثر من مئة طالب وطالب من فلسطين الدارسين في عدد من الجامعات المغربية وقد قدمت لهم منظمة الإسيسكو منحة مالية لدعمهم في ظل الظروف القاسية التي تعيشها أسرهم ويعيشها قطاع غزة بشكل عام إذا كان العدوان الإسرائيلي تسبب في توقف أكثر من ستمائة ألف طالب داخل فلسطين عن الدراسة فالطالب المغتربون والذين يدرسون في عدة جامعات بالمغرب وباقي الجامعات الأجنبية رفعوا صقف التحدي ومستمرون في تحصيل العلم رغم الظروف النفسية الصعبة بعيدا عن الأهل والوطن إكرام الأزرق قناة الغد الرباط